وأنا في الحقيقة وقفت على رسالة من تلك الرسائل وهي كثيرة من الإمام مالك لمن؟ للإمام الليس ابن سعد الفقيه المصري الكبير الذي قال عنه الإمام الشافعي الليس أفقه من مالك غير أن أصحابه لم يحملوا عنه فقه لم يدون ذلك الفقه ولم ينقل أصحابه عنه ذلك الفقه كما فعل أصحاب مالك كما فعل أصحاب الشافعي كما فعل أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الإمام أحمد وكثير من الفقهاء والعلماء والواضح أن رسائل كثيرة متبادلة كانت بين الإمام مالك والإمام الليس ابن سعد رضي الله تعالى عنهما هذا أمر الأمر الثاني أن حالة من حالات التقدير والتوقير والاحترام ومعرفة قدري كل منهما للآخر كانت موجودة بين الإمامين الكبيرين والعالمين الجليلين أمر آخر علم كل منهما أن أخاه ينشرح صدره لما يوجه إليه من نقد أو تصويب أو توجيه أمر آخر يظهر من الردود أن علاقة وطيدة بل هي علاقة عائلية كانت بين الإمامين بدليل أن الإمام الليس كان في كتبه ورسائله للإمام مالك يسأل عن أولاده أي عن أولاد مالك ويطلب منه إن كانت له حاجة وأنه لو طلب منه حاجة لسره ذلك الأمر ولا ساعد به وهذا في الحقيقة يظهر من رسالة الإمام مالك وفيها الكثير من الإشارات الدالة على اعتزاز الإمام مالك بعمل أغل المدينة وهو متبع لشيخه الإمام ربيع بن أبي عبد الرحمن في ذلك الأمر متبع له والإمام ربيع أرسى تلك القاعدة وسأر عليها الإمام مالك والكثير من الفقهاء في رسالة الإمام مالك ابن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه توديه نقد بناء للإمام الليس والإمام الليس أرد برسالة متولة لو أردنا أن نقرأ تلك الرسائل يعني ربما استغرقت منا يعني حلقات كثيرات لكن سأوجز وأقرأ رسالة ويعني أشير لرد الإمام الليس باختصار شديد هذه رسالة الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لأخيه الإمام الليس ابن سعد من مالك ابن أنس طبعا بعد التسمية وحمد الله تعالى والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين من مالك ابن أنس ليس من الشيخ ولا من العالم إنما من مالك ابن أنس إلى الليس ابن سعد سلام الله عليكم فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو أما بعد عصمنا الله وإياك بطاعته في السر والعلانية وعافانا وإياكم من كل مكروه كلام جميل خالص وعلم رحمك الله خلوا بالكم من الكلمات الرائعات المحببات والمحببات والمرققات للقلب والدال على شيء من الود والحب وعلم رحمك الله لأن دائما حينما ننتقد أحبتي وهي قاعدة جليلة جدا ننتقد الفكرة وليس المفكر لا علاقة لي بشخص القائل إنما علاقتي بنقد القول اعلم رحمك الله أنه بلغني وصلت رسائل إلى الإمام المالك أنك تفت الناس بأشياء مختلفة ومخالفة لما عليه الناس عندنا وببلدنا يبقى اعتزاز الإمام المالك بعمل أهل المدينة الذي نحن فيه أنك تفت الناس بفتاوى أو بأشياء مختلفة مخالفة لما عليه الناس عندنا وببلدنا الذي نحن فيه وبعدين بيقول له إيه وأنت في أمانتك أنت رجل أمين أنت عندي أمين وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك وحاجة من قبلك إليك واعتمادهم على ما تفتي به جدير بأن تخاف على نفسك خلي بالك أنت قدوة للناس فانتبه لما تفتي به وإذا في الحقيقة يعني نقد شديد من الإمام لكن بيقول له خلي بالك لا تفتي بخلاف ما يفتى به في المدينة ده المعنى يعني الذي يريده إمامنا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أرضاه بيقول له يعني أنت المفروض أنك تخاف على نفسك لأنك قدوة للآخرين وأن الناس يقلدونك يتبعونك يستفتونك فانتبهوا خاف على نفسك ده القول لمن للإمام الليس بن سعد ما لحنا نعمل إيه والله أسأل ربي أن يرحمنا وأن يعفو عنا اللهم آمين أنت جدير بأن تخاف على نفسك وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه ثم ذكره بقول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وذكره بقول الله تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فاتبعونا أحسن ثم قال فإنما الناس تبعوا لأهل المدينة لأن الإيمان من هنا وخرج من هنا فالناس تبعوا لأهل المدينة إليها كانت الهجرة بيبين يعني حيسيات الحكم لماذا كان الناس تبعا لأهل المدينة فقال إليها كانت الهجرة طيب وبها تنزل القرآن ماشي وأحل الحلال وحرم الحرام إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يبقى إذن نزل القرآن كانت الهجرة للمدينة ونزل القرآن وكانت تشريع وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة في وسط أغل المدينة يحضرون الوحي والتنزيل يأمرهم من نبي صلى الله عليه وسلم فيطيعونه ويسن لهم فيتبعونه حتى توفاه الله واختار له ما عنده صلوات الله وسلامه عليه ده كلام إمامنا الإمام مالك بن أنس للإمام الليس ابن سعد ثم قام من بعده أتبع الناس له الصحابة رضوان الله تعالى عليه من أمته ممن ولي الأمر من بعده الخلفاء الراشدون بما نزل إليهم فما علموا من علم علموه أنفزوه وما لم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه ثم أخذوا بأقوى ما وجدوا في ذلك في اجتهادهم ظلوا يجتهدون ثم استقروا على رأي وأخذوا بذلك الرأي وبذلك الاجتهاد وإن قال امرؤ بقول هو أقوى من قولهم يعني كانوا رجعين للحق حتى ولو قال أبو بكر قال عمر قال عثمان قال علي لو وجدوا رأيا أقوى أو قولا أقوى من قولهم رجعوا عن قولهم إلى قول ذلك القائل أيًا كان ذلك القائل من أهل العلم ثم كانت تابعون من بعدهم يسلكون تلك السبل ويتبعون تلك السنة فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به لم أرى لأحد خلافه إذا كان الأمر هكذا لا ينبغي لأحد حتى ولا لك أيها الإمام الليس أن تخالف ذلك الذي عليه أهل المدين ولو قال أهل الأمصار هذا العمل ببلدنا في مصر في بلاد الشام في العراق في خرسان في بلاد اليمن وهذا الذي ببلدنا وهذا الذي يعني خلافه أي على خلاف عمل أهل المدينة ولو قال أهل الأمصار هذا العمل ببلدنا وهذا الذي مضى عليه من مضى فينا لم يكون فيه على سقة ولم يكن لهم من يجيزه لهم فانظر رحمك الله يعني معنى كلام الإمام إنه لا ينبغي لأهل الأمصار أن يقولوا لسنا على سقة مما يعني عمل به أهل المدينة ده معنى كلام إمامنا وبعدين بيقوله في الآخر فانظر رحمك الله فيما كتبت إليك واعلم أني ما دعني شفتوا الختام الرائع الجميل هو يبدأ ببداية رائعة لطيفة محببة مرققة مقبولة ثم ختم بختام رائع جميل وجلوا في النسخة اللي بالك ده نخايف عليك لأنك صديقي وحبيبي وهذا دين لا نجامل أبدا على حساب دين رب العالمين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فبيقول له اعلم ما دعني لأن أكتب لك إلا النصيحة لله وحده فأنزل كتابي منزلته انتبه لما أرسلت به إليك اهتم به اعمل بما فيه وبعدين بيقوله فأنزل كتابي منزلته ثم قال له في النهاية وفقنا الله وإياك لطاعته وطاعة رسوله في كل أمر وعلى كل حال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي في الحقيقة رسالة إمامنا الإمام مالك ابن ألس للإمام الليس بن سعد وفيها إشارة كما قلت يعني واضحة جدا بل جملة من الإشارات للاهتمام بعمل أهل المدين طيب إمامنا الإمام الليس بن سعد وصلته تلك رسالة وصلته رسائل أخرى طيب عمل إيه رفع الرأي البيضة مثلا لا ده كان فيه منظرة علمية فقهية أدبية راقية جدا موشاه بالحب والود ومغلفة بغلاف العمل من أجل مصلحة الدين وليس من أجل رفعة النفس حظوظ النفس منتافية تماما تماما لانتفاء ليست موجودة إمامنا الليس بن سعد في الحقيقة رد علي برضو بجواب رائع جدا سأقول فحوى الجواب بالمعنى لأنه جواب كبير ربما في ثمان ورقات جواب الإمام الليس وفي نقاط يعني أخذ على الإمام مالك الفتوى فيها بخلاف الصحيح والصواب من وجهة نظر الإمام الليس بن سعد وبعض النقاط رأي الإمام الليس في الحقيقة مرجوح وفي بعض النقاط رأي الإمام مالك مرجوح يعني رأي الإمام الليس هو الراجح فشيد في ذلك أن الإمام الليس بن سعد أرسل برسالة رقيقة جدا مطولة حاولت كل معاني الوضوى الاحترام المتبادل بين الإمامين الكبيرين والعالمين الجليلين وبعد ينسألوا عن أحوال أولاده وطلب منه أن يرفع له أي حاجة يطلبه هو معلوم أن الإمام الليس كان يعني عظيم المواساة للإمام مالك في بداية حياته لأن الإمام مالك كان فقيرا معدما إمام الشفعي كذلك الإمام أحمد كذلك لدرجة أن الإمام الليس أراد أن يعطي للإمام مالك مالا لكنه أراد أن لا يريق ماء وجه الإمام لا يريد أن يخجله أراد أن يحفظ كرامته وأن تظل هامته مرفوعة فالإمام مالك لما قدم الإمام الليس إلى المدينة زائرا فأرسل للإمام الليس طبقا من رتب فالإمام الليس بزكاء وجد فرصة سانحة لرد ذلك الجميل فرد الطبق مملوءا بالدنانير الزهبية تخيل لي كده طبق مملوء من الزهب ملأه زهبا وبعث به إلى الإمام مالك ابن أنس طيب الإمام مالك مش هيخجل ولا شيء انت قدمت لي هدية ودفعت لي بأجود ما عندك أفضل ما عندك سواء كان غالي ولا رخيص وأنا دفعت إليك أيضا بشيء من أجود مما عندي جدت بما عندي فلا يجد الإمام مالك مسويغا زريعة ليرد تلك الهدية فكان فيه نوع من أنواع الصلة والود والمواساة من الإمامين لكن كانت من قبل الإمام الليس ابن سعد معروف إن الإمام الليس كانت له أراضي كثيرة جدا اشتركوا في القناة